يجب أن نعرفه بأنه كان هناك غلايان كان هناك إشمئزاز وتذمر والقطاع الأول المعني بهذا الإشمئزاز والتذمر يعني نهضره على الوصايا هي وزارة الصناعة بطبيعة الحال وأمام المعطيات الكبيرة لأنه الوزير الحالي رأيه وخذاء إرث ما وقع في السنوات الماضية ونقدر ممكن نهضره ما وقع في السنوات الماضية والذي أدى إلى هذه الوضعية الآن الوضعية التي نعيشها الآن هي شبه هل تتحدث عن إرث بوشوارب أم عن إرث بدا؟ لا لا على إرث سيد بوشوارب